الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد الإخوة والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وفي بيان شبهة يثيرها كثير من الناس وعالق بأذهانهم أنه إذا كان الرجل ينفق وكان يحفظ الغرآن ويطعم الطعام ويمدح النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أولياء الله مهما فعل أو جاء من الشركيات أو من الكفريات فعندهم لا يضره مع ذلك شيء وهذه من الشبهة القبيحة كل ما تكلمنا عن شيوخ الطرق الصوفية يأتي إليك أحدهم ويقول أن البرعي والصايمديما وغيره ينفقون وينفقون ويعملون من الأشياء الطيبة الكثيرة ويقول لك كيف يكون هذا الرجل الضال نحن نقول الإنسان إذا فعل أو عمل عملا شركيا دعا مع الله سبحانه وتعالى شيخا أو اعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب أو اعتقد أن الشيخ يهب الذرية كما يقول البرعي في قصائده بيعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب قال قوماك نذاور للأولياء الأغطاب منهم ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وهذا كبر وشرك بالله عز وجل يعتقده البرعي وينشره بين الناس فحينما تأتي إلى المسلمين إلا من رحم الله عز وجل فتنكر عليهم يقوم أحد الناس ويلبس عليهم بأن هذا الرجل ينفق ويفعل 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 الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله أن الإنسان إذا أشرك مع الله مهما أتى بعمل صالح لا ينفعه ربنا قال فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يوم القيامة يكون هذا العمل كالهباء منثور ما عنده حاجة وربنا تبارك وتعالى يتكلم عن الأنبياء ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فما بالك إذا كان هذا البرعي الصوفي الضال المضل ربنا قال الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وربنا تبارك وتعالى يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يشرك بالله ولقد وحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت أيام محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يحذر من الشرك فما بالك من هم دونه فإذا الإنسان عمل عملا صالحا وخلط مع ذلك الشرك بالله عز وجل لا ينفعه الله سبحانه وتعالى به فرعون كان عنده عمل صالح رب موسى عليه السلام فرعون رب موسى هو موسى من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى قال وأضل فرعون قومه وما هدا عم النبي عليه الصلاة والسلام عمه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يعني بإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله كان يحمي عمه في أول الدعوة ومع ذلك عمه كان يقر ويعترف أن هذا الإسلام هو الحق من عند الله عز وجل قال ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دين لو لا المنامة أو حذار مسبة لو وجدتني سمحا بذاك مبينة فهو كان يعلم أن هذا الدين هو الحق ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عمه الذي لم ينطق بالشهادة قال أنا على ملة ابن عبد المنطلب لم ينطق بالشهادة ربا النبي عليه الصلاة والسلام قال قال هو في جهنم توضع تحته تحت أخمس قدميه جمرة تغلي منها دماغه وهو يظن أنه أكثر أهل النار عذابا بين أنه أخف أهل النار عذابا فيعلم فعلموا يا عباد الله ويا مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن الإنسان إذا أشرك مع الله هذا من أكبر الأشياء التي تنفي الولاية عن عن الصوفية لأن ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحذنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال شيخ الإسلام المتايمية كل من كان لله تقيا كان لله وليا والبرعي انتفت عنه هذه الأمر فالبرعي يدعو إلى الشرك ويعتقد من الشرك ما يعتقد هذا البرعي وأتبعه ونحن نركز على هذا الرجل تحديدا لأنه الأكثر انتشارا في هذه البلاد وفي خارج هذه البلاد أضل الله كثير من خلق الله عز وجل فإذا الإنسان العمل عمل صالح وخلط معه الشرك لا ينفعه ذلك ويحبط جميع عمله وإذا الإنسان ماد على الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة ما بيخش الجنة إنه من يشرك بالله ربنا قال كذا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ما عنده حاجة جنة ما بيخشة ربنا قال ولئن أشركت ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالإنسان إذا أشرك بالله عز وجل لا ينفعه شيء والتصوف باختصار شديد التصوف دعوة إلى الشرك ودعوة إلى الإلحاد ودعوة إلى الزندغة بالله عز وجل لأن الصوفية والفكرة الصوفي الفكرة الصوفي ليس له علاقة بالكتاب ولا بالسنة هذا منهج دخيل على الإسلام ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية إطلاقا فعليك بالكتاب والسنة وعليك أن تترك جميع هذه الجماعات جماعة الإخوة المسلمين جماعة أنصار السنة جماعة التبليق جماعة الهجر والتكفير جماعة داعش تنظيم القاعدة كل أولاء منحرفين عن الصراط المستقيم فالحذر كل الحذر من الدخول في هذه الجماعات وكل العلماء الآن يحذرون من هذه الجماعات منهم الشيخ مقبل بن هاد الوادعي والعلامة الشيخ ربيع بن هاد المدخلي وغير من العلماء يحذرون من هذه الجماعات لأنه مبتلية الأمة الإسلامية بأضر من هذه الجماعات خصوصا جماعة الأخوة المسلمين وأنا أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله